دي فكرة لذيذة. طيب عايزة كمان أسأل حضرتك عن التقسيم لفصول الكتاب. يعني قسمتي فصول الكتاب إزاي؟ فديتي بإيه؟ يعني شكل تقسيم الفصول كان عملي إزاي؟ أنا قعدت فصلت الكتاب مئة مرة وغيرت التغييرات لغاية ما الحمد لله حطيته في الصورة النهائية اللي عجبتني. خطيت دايما فصل بتكلم عن الإتيكاة وبعدها فصل بتكلم عن سفرياتنا برا أو البوست بتاعنا برا. احنا السفارية بتاعتنا سمعت بوست. مرة أتكلم عن بلد والبوستات بتاعتنا ومرة بتكلم عن الإتيكاة بس بربط الإتيكاة اللي بتكلم عليه بالبوست اللي قابله. أوكي أوكي. وعايزة أتكلم كمان عن الغلاف واحنا شايفينه دلوقتي مع بعض عزومة سفير. تصميم الغلاف يعني أعتقد أنه واضح جدا ومناسب جدا للموضوع ونصراحة ضارة النشرة هي اللي أمير بي وكان اختيارها موفقة أنا بس عدلت حاجة بسيطة فيه الوردة شمتني عرفتني إزاي من غير ما تقولي أيوة تتش بقى ده التتش بقى اللي سيئي كانوا خطين ورقة شجر قلت له أنا عايزة وردة لأن أنا بتكلم في الكتاب فيه فصل مخصوص عن الهدايا والوردة فاتكلمت قلت له أنا عايزة وردة واضح أن حضرتك بتحبي الورد وبتحبي الهدايا إيه أكتر الحاجات اللي ممكن تكوني بتحبي تهدي بيها الناس يعني أحيانا ممكن تكون الناس مميزة جدا بهداياها الورد طبعا الورد بيتكلم لوحده وبعبها رح نحبنا أوكي أوكي خلينا نتكلم شوية عن فكرة العلاقات وفكرة أن أنا أحيانا ممكن أكون في مكان كمان أنا مطلوب مني أن أنا أكون لطيفة وفي مكان طبعا معزومة فيه بس أنا فعليا مش مرتاحة خالص في المكان المدة اللي ممكن أعودها في العزومة أقدر أعمل إيه أقدر أتجنب إزاي يعني أقدر أمشي بعد قد إيه ينفع أمشي مثلا بعد الأكل على طول لازم أعود شوية لازم أستنى الحلو لا هو حسب العزومة على إيه يعني لو عزومة ريسابشن لو كوكتر ريسابشن أنا بخش أسلم على أصحاب الدعوة وبخش أسلم على الضيوف وبسمع بس الكلمة دايما بيبقى فيه دايما كلمة صغيرة بيلقيها صاحب الدعوة وبسمع الكلمة وأقدر أمشي بعد كده لكن لو عزومة عاشة أنا لازم أعود طبعا لغاية ما الوجبة كاملة تتقدم كله بس لو فيه ضيف شرف لازم أفضل مستنى لغاية الضيف الشرف ما يستأذن الأول ضيف الشرف هو آخر واحد بيوصل وأول واحد بيمشي عشان هو ما يتأخرش أوه عشان يسمح لبقية الضيف أن هم ما يقدروا يمشوا ما يتأخروش يعني إيه ضيف الشرف اللي في العزومة يعني ضيف الشرف اللي العزومة معمولة على شرفه أو بسببه يعني لو أنا عاملة عزومة ترحيب زميل دينا جاي جديد فلان راجع فلان خطب فلان تجوز اكزاكت هو ده ديف الشرف بس ممكن تكون العزومة معمولة لموناس بعادية طبعا ساعتها ببقى كل الضيوف سواسية ساعتها بنختار أكبر واحد سنن هو اللي طبعا هو ديف الشرف تكريمة لي واحترامها لي اعتقد أن الستات مش هتحب أن هي تقنى الموضوعات لا معنا بنبص على الأكبر واحد سنن دي يعني لو في عزومة ستات بحاجة بنبص على أزواجنا مش على ستات اه اوكي اه لو رجالة ما موجودين انا شو مشكلة انا شو مشكلة